بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم كيف تحقق أفضل استفادة من دورة الدارت بالبدال كيف رح أشرح عن الدور أول إشي أنا بشرح لك الفكرة عن طريق السلايدات انت شايفها قدامك يعني بحاول أشرح لك الفكرة باستخدام الانيمياشن والتوضيح والرسومات عشان تكون أمور بها ضحا إلك بعد هيك ننتقل لتطبيقها في الكون يعني الفكرة تنشرح مرتين وفيك كمان تشوف كل دوراتنا على القناة بنفس هذا السلوك صعب جدا إنك تطلع من المحاضرة مش فاهم وبرضا بعد كل محاضرة بتحذرها فكرة ما فهمت اكتب لي في التعليقات برجة بعيدها بفيديو ثاني الموضوع جدا بسيط وزي ما أحكي لك صعب جدا تطلع مش فاهم كيف بدي أدرس الدورة؟ أنت بتحذر الفيديو بشكل كامل لا بتطبق معاي ممكن تكتب شوية مراحبات بسيطة على دفتر النوت لكن ممنوع التطبيق أحذر الفيديو كامل فيديوهاتي قصيرة ما بتلاقيها كثير طويلة يعني خمس دقائق ست دقائق دقيقتين أحيانا بتكون لكن إذا شفت الفيديو الطويل اعرف إنه مهم أو في تطبيق بعد ما حذرت الفيديو شو الخطوة الثانية؟ بدك تجيب دفتار وتقسم الصبح بهذا الشكل اسم الدرس التاريخ هنا بتكتب الكي بوينت يعني شو النقاط الرئيسية لأنا حكيتها في هاي المحاضرة على سبيل المثال علمتك أن اليوم المتغيرات فبتكتب أخذنا المتغيرات شو أنواع المتغيرات؟ انتجار دابل بوليان طب كل راح أشرح لك هي طبعا بس هذا مثال حتيعرف شعني انتجار و دابل و بوليان طب إش كاتب أنا هون التتالز يعني هون النقاط الرئيسية وهون شرح النقاط الرئيسية آخر إشي هي السامري السامري هي ملخص محاضرة اليوم عن إيش كانت؟ شو النقاط المهمة فيها؟ بعد ما تخلص ملاحظاتك بيجي هسا وقت التطبيق كل دوراتي على القناة الكود بيكون معاها يعني تجدعت تعب حالا كنتي حظر في دو ميت مرة عشان تكتب الكود؟ لا لا الكود بيكون في الـ ففتغلبش حالك فأنت بتنزد الكود راح عنك كيف تنزد الكود وكيف تطبق هذا الكود هاي أفضل طريقة للدراسة الخطة بوقع فيه الطلاب انه بيحظر مثلا دقيقتين وسيطبق بيحظر فكرة وسيطبقها بسرعة لانت احظر فيديو كامل ممكن تواجه مشكلة في البداية انا حالها في النهاية نهاية الفيديو لازم تحط هدف قبل ما تبلش تتعلم الدارت او اي لغة برمجة طب ليش لازم احط انا هدف نقطة بسيطة الدورة هاي شوي طويلة ليش طويلة لان قلت لك رح علمت الدارت من السفر الى الاحتراف مجمل الفيديوهات 150 فيديو طبعا هم اتجهزوا يعني كل افكارها اتجهزات اتلخصات اتزبطات بس باقت ايش التسجيل وممكن انت هسا بتحضر هاي المحاضرة وحرفيا 150 فيديو قدامك مش رح اضياء وقتي ولا وقتكم يعني انا اي فيديو بطلع لك ايات بمر بمراحل كثيرة فلازم تحط هدف عشان يتكمل على سبيل المثال انا بدي اتعلم من اجل الوظيفة يعني بدي اتوظف بدي اتعلم ها عندي ايش هدف هدف الثاني مثلا بدي اتعلم من اجل الكلية في كثير هسا من الجمعات بدرسه في لتر وكمان الدارت فهاي حتوصلك ان شاء الله لك تختم المادة رقم ثلاث بدي اتعلم من اجل مواكبة التطوير اني اكون انا دايما من التوب والنقطة الاخيرة بدي اخيي لك اياها الكل بيبدأ لكن شو الكل بوصل بكل بساطة افتح اول محاضرة من هاي الدورة ويفتح اخر محاضرة او اخر عشر محاضرة او عشرين محاضرة او ثلاثين محاضرة طلعهم بشكل سريع رحتلاقي ان في اول محاضرة كانت العداد بالالاف طاقة بحكي لحكيها قبل ما ينزل على القناة فصار اشي مؤكد واخر اشي هتلاقي العداد قلت بشكل كبير هو اتمنى لا طبعا لكن هي هاي سنت الحياة انه الكل بيبدأ يعني الكل بيستطاعتون يبلش لكن مش الكل عنده الصبر والعزيمة انه يوصل للنهاية اخليك انت من الناس بيكون عندهم عزيمة والصبر وتوصل لنهاية الدورة في كل محاضرة بتحضرها اكتب لي في التعليقات انك انت حضرتها وفهمتها عشان كمان اللي معك يتشجع وفي النهاية المقولة حلوة عجبتني كل ما زادت مهاراتك زادت حاجة الناس اليك يعني كل ما طورت حالك وكل ما مهاراتك زادت الشركات ساعتها حصير تدور عليك فاتمنى انكم وضحت لك الامور وحنبلش ان شاء الله في المحاضرة القادمة بتنزيل الدور ونبلش في الكورس ويعطيك والعافية دوما تقريب لقد زادن اشترك بال اشترك والاستطاع اشترك من اشترك شريح اشتركوا في القناة